يلجأ إلى وسائل أخرى فيقوم بإغلاق المؤسسات الشعبية عمل جاهداً أن يستحوذ على هذه المؤسسات وأن يجعلها موالية له ولمشاريعه الباطلة عندما عجز عن ذلك يقوم بإغلاقها يغلق جمعية العمل الإسلامي في البحرين يغلق المجلس العلمائي في البحرين يغلق جمعية الوفاق في البحرين يغلق جمعية الرسالة الإسلامية في البحرين يغلق جمعية التوعية الإسلامية في البحرين ويعتقل العلماء ويهدد العلماء ويتابع تحركات العلماء يتدخل فيما لا يخصه ناس حقوق شرعية أموال شرعية توصلها إلى من تثق فيهم من العلماء يأتي هذا الحاكم المتجبر الطاغي ويطلب من هؤلاء أن يسلموا هذه الحقوق ليستولي عليها وينفقها في الباطل بأي حق أنت الطالب به مثل ما قالوا الجماعة وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا هذا أيضا يقول للمؤمنين لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا لازم تمشون حسب قوانين القوانين اللي هو مخلنها ياريت الناس اللي مخلينها القوانين ومتفقين عليها والإسلام واضح فيما يقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق أمر إلهي يقدم على كل أحد ليس على زعماء الكفار وزعماء الشرك وعملاء الاستعمار في الأرض طبيعي يقدم عليهم لذلك هذه الهستيريا وهذا التوتر الكبير وهذا الاستفزاز وهذا التقصد ضد طائفة بعينها ضد مذهب بعينه ضد جماعة بعينه بعينها لن يزيد المؤمنين إلا قوة وإصرارا على مواجهة الظلم وعلى التخلص من الظالمين لأن هذا الظلم إذا لم نتخلص منه اليوم فإنه بعد أن وقع علينا سيقع على أبنائنا أيضا شكرا